ترأس سيادة المدبر الرسولي للبطرياركية اللاتينية رئيس الأساقفة بير باتيستيا باتسبالا خداس شكر احتفالي في كنيسة البطرياركية في القدس وذلك بمناسبة مروري 90 عاما من العطاء والخدمة المخلصة لراهبات القلبين الأقدسين وجميع كهنة البطرياركية والأساقفة للقديسة دوروتيا وأكد سيادته في عيضته أن أولئك الراهبات كنا طوال خدمتهن أمهات وأخوات لجميع كهنة البطرياركية وفي ذات السياق أكدت الأخت كراملة دالباركو رئيسة راهبات القديسة دوروتيا في دير الزرقاء الشمالي أن تلك الأخوات الراهبات سيواصلنا رسالتهن في الخدمة المخلصة في الأراضي المقدسة L'amministratore apostolico Monsignor Pier Battista ha voluto fare una messa di ringraziamento per la presenza delle suore in patriarcato latino a nome anche di tutti i sacerdoti passati e presenti المدبر الرسولي Monsignor Pier Battista أراد بشدة أن يقيم قدات شكر لخدمة الراهبات 90 سنة لخدمة الراهبات في البطرياركية اللاتينية مع جميع الكهنة البطرياركية والأساقفة المدبر الرسولي Monsignor Pier Battista durante la celebrazione, durante l'omelia ha ricordato soprattutto la presenza delle suore come madri e sorelle per ogni sacerdote che è passato erano sempre presenti per qualsiasi bisogno materiale, spirituale Monsignor Pier Battista Monsignor Pier Battista ذكر في وعدته أنه خلال الراهبات خلال خدمتهم التسعين سنة في البطرياركية اللاتينية كانوا مثلوا كأمهات وأخوات لجميع الكهنة وكانوا موجودين في كل لحظة وفي كل وقت كانوا محتاجين فيها الكهنة لخدمتهم وستعداتهم الدائم Poi la festa è stata fatta proprio per ringraziare le suore perché andranno via dal patriarcato però continueranno come ha detto la Superiore Provinciale ad essere presenti con lo Spirito e porteranno i sacerdoti tutti i bisogni della Terra Santa nel loro cuore Poi الداس الالهي اللي اقاموه كان لشكر الراهبات على خدمتهم وكان يمثل انه الراهبات مش رح فقط انه يتركوا البطراكية لكن رح يكملوا رسالتهم في الاراضي المقدسة بصلاتهم بخدمتهم المتواصلة لاي حاجة في البطراكية اللاتينية وكما مثل ما قالت الرئيس الاقليمية انه احنا دائما مستعدات انه نقدم اي خدمة تحتاجها البطراكية او الكهنة في الاراضي المقدسة